السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا وأهلا وسلام بكم من جديد متابعين في هذه القناة الإخبارية أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير ودائما على صحة جيدة وأتمنى أن لا تبخلوا علينا كذلك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس كي يصلكم كل جديد ولا تنسوا الإعجابة بالفضل عبر ناصر بوريت وزير الشؤون الخارجي والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج اليوم الاثنين عن دعم المغرب لحل سلمي للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين في إطار حدود 1967 والقدس الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزراء خارجية المغرب والإمارات وإسرائيل ومصر والبحرين وأمريكا على هامش انعقاد قمة النقب في إسرائيل وقال المسؤول المغربي إن الحل ممكن للقضية الفلسطينية إذ عبر الملك محمد السادس عن دعمه لحل الدولتين وهو حل من شأن أن يحفظ أمن المنطقة ومصالح إسرائيل وأورد بوريت متحدثا أمام وزارة خارجية الإمارات وإسرائيل ومصر والبحرين وأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي مهم يمكن الاعتماد عليه في عملية السلام متوقفا عندما اعتبره التزاما شخصيا من وزير الخارجي الأمريكي لرعاية السلام في المنطقة كما وضح وزير الخارجي المغرب أن وجود المملكة هنا يبعث برسالتين الأولى للشعب الإسرائيلي فخطوة عودة العلاقات ليست خطوة تتيح الفرص وإنما تعبر عن قناعة وعلاقات تاريخية بين المغرب وإسرائيل وبين الملك والمجتمع اليهودي إذ إنه لكل إسرائيلي أصول مغربية وزاد هذه ليست مزحة بل هذا واقع وخلال كلمتي في أشغال قمة النقب التاريخي الأولى من نوعها قال بوريتا منذ توقيع الثلاث بين المغرب وإسرائيل وأمريكا حققنا الكثير من الزيارات المتبادلة وأطلقنا خطوط طيران مباشرة وهناك زيارة رسمية ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين من أجل تعزيز تواجد الدبلوماسي المغربي في إسرائيل أما الرسالة الثانية التي تبعتها مشاركة المغرب في القمة يضيف بوريتا فهي موجهة إلى المنطقة مردفة نحن نؤمن بالسلام وليس السلام الذي نتجاهل فيه بعضنا البعض بل السلام المرتكز على القيام والمصالح المشاركة وهو سلام يبعدنا عن الحرب وتابع الوزير ذاته نحن هنا من أجل بناء دينامية الجابية في مصاري قضية الفلسطين يومنا وعاني الدفاع عن قيمنا ومصالحنا المشاركة مولينا إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف إسرائيل أمس الأحد وأعلن تنظيم داعش الإرهابي ليوم الاثنين مسؤوليته عن هجوم في شمال إسرائيل أصفر عن مقتل عنصرين من الشرطة حسب بياني نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة له